الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لحسن الصيام والقيام وأن يجعلنا من الذين يدركون ليلة القدر ويفوزون فيها بعظيم الأجر نحن في هذا اليوم المبارك في اليوم السابع من شهر رمضان نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الصيام رمضان أيها الإخوة رمضان شهر كريم وموسم عظيم ربنا سبحانه وتعالى يعظم فيه الأجر ويجزل المواهب يفتح أبواب الخير لكل راغب هذا الشهر شهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عسق من النار كيف لا نفرح به كيف لا يفرح المسلم بهذا الشهر الكريم فضائله عظيمة أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن وهذا يدل على فضله فيه ليلة القدر كما قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وهي ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونحن نعلم علم اليقين أن هذا القرآن كلام الله عز وجل هاديا للناس إلى ما فيه كمال سعادتهم في الدارين القرآن نزل هاديا للناس مبينا لهم سبيل الهدى موضحا طريق الفوز والنجاح ولذا هذا القرآن يفرق بين الحق والباطل في كل شؤون الحياة فعلينا أن نفرح بهذا الشهر الكريم هذا الشهر الكريم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين قيدت بالسلاسل هذا الحديث بيان اختصاص شهر رمضان بأشياء طيبة نافعة للمسلمين ينبغي أن يغتنموا هذه الفرصة تفتح فيها أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة من المؤمنين وترغيبا لهم وغلقت أبواب جهنم رحمة بالمؤمنين لقلة اقتراف المعاصي وتصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره هذا الصيام فضله عظيم الله سبحانه وتعالى اختص هذا الصيام من بين الأعمال لأنه من أجلها فهو سبب لمغفرة الذنوب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما معنى إيمانا واحتسابا إيمانا يعني تصديقا بوعد الله بالثواب عليه وطلبا للأجر لا لشيء آخر لا رياء ولا سمعة وإنما يحتسب الأجر ويطلبه من الله عز وجل هذا الصيام فيه مزايا عظيمة لو أن المسلم عرف مزايا الصيام ما شابع من الصيام الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا الشهر العظيم صيام هذا الشهر العظيم أحد أركان الإسلام ولذا ينبغي أن نهتم به كل الاهتمام يجب أن نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا نحصيها ومنها نعمة بلوغ هذا الشهر الكريم ونشكره من شكره الجد والإجتهاد وعمارة أوقاته بأنواع الطاعات من الصيام والقيام وكثرة الذكر والدعاء وتلاوة القرآن هذا الصيام ينبغي للمسلم أن يهتم به كل الاهتمام يحافظ على صيامه مما يدنسه يحافظ على صيامه مما ينقص ثوابه يسأل الله دائما الإعانة على ذلك فإنه لا معين إلا الله ولا ميسر للأمور إلا هو سبحانه وتعالى العاقل في هذا الشهر الكريم يبدأ بداية جادة صحيحة ولذا يحاسب نفسه على جميع أفعاله وأقواله هل هي صالحة؟ هل هي موافقة لرضاء الله عز وجل؟ هل هي موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت صالحة يسأل هل أراد بها وجه الله؟ فإن من حاسبها اليوم من حاسب نفسه اليوم هان عليه الحساب يوم القيامة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ لا تخفى منكم خافية فكل يوم اسأل نفسك حاسب نفسك هل أنا حفظت صيامي؟ هل أنا قمت بواجبي في هذا اليوم المبارك؟ ولذا ينبغي للمسلم دائما أن يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وأن يطيب مطاعمه لتكون حلالا أطب مطعمك ليكون حلالا فإنه إذا كان حلالا فإن الله يستجيب دعاءك مر بالمعروف وانهى عن المنكر أولادك إخوانك جيرانك زملاك أوصهم بالمحافظة على الصيام أوصهم بالمحافظة على القيام أوصهم بطاعة الله عز وجل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسل الله العافية فيه خطر عظيم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ولذا في هذه الأيام المباركة نفرح بهذا الشهر الكريم ونستبشر بنعمة الله عز وجل أن أدركنا هذا الشهر وتكون التوبة دائما معنا في صباحنا ومسائنا لأننا دائما أهل تقصير لأنه كما قال العلماء التخلية قبل التحلية يعني أولا أخرج الذنوب بالتوبة ثم أدخل الأعمال الصالحة التخلية ولذا من فضل الله عز وجل على عباده أن هيئ لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم وهذا فضل من الله أن وفقنا للعمل الصالح لو لا معونة الله وتوفيقه ما قمنا بهذا العمل ومن فضله سبحانه وتعالى أن أعطى عباده المؤمنين الأجر الكثير الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة الفضل من الله أولا بالعمل والفضل من الله ثانيا الثواب عليه فهو الذي سهل لنا العمل وهو الذي هيئ لنا الثواب عليه ولذا بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة ومن الغفلة عن الله عز وجل إلى ذكره ولذا ينبغي أن نكفر من التوبة وأن نكفر من حمد الله وشكره كم من إنسان يتمنى أن يدرك رمضان ولم يدركه كم من إنسان لم يوفق لصيام شهر رمضان ولذا ينبغي أن يكون هناك استعداد تام وعزيم صادقة ومنافسة المؤمنين في طاعة الله ولذلك ربنا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومن أهم شيء ينبغي للإنسان أن يكثر منه التوبة الصادقة وكلنا نعرف التوبة الصادقة ولله الحمد ومعنى التوبة يعني الرجوع من معصية الله إلى طاعته والتوبة واجبة لا يجوز تأخيرها لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وفي قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وفي قوله تعالى يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم مئة برة ولذا علماؤنا رحمهم الله قالوا من أراد التوبة لها شروط شروطها الشرط الأول أن تكون خالصة خالصة لله عز وجل لماذا تتوب لأني أحب الله وأعظمه أرجو ثوابه وأخاف من عقابه والشرط الثاني الندم والشرط الثالث الإقلاع عن المعصية فورا فلا تصحوا على الإصرار أيضا إذا كان هناك حقوق للمخلوقين فيجب أن يؤديها وأيضا يكون عنده عزم صادق على أن لا يعود وأن تكون التوبة قبل انتهاء وقت التوبة وانتهاء وقت التوبة إما طلوع الشمس من مغربها وإما إذا حضر الموت ومتى صحت التوبة بشروب اجتماع شروطها محى الله سبحانه وتعالى ذلك الذنب ولذا نعلم أن هذا الشهر المبارك فيه صيام عظيم فرضه الله على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السالم من الموانع وجعله ربنا سبحانه وتعالى ركنا من أركان الإسلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منها صيام رمضان وإجباع السلف الصالح على وجوب الصيام وهذا الصيام فضائله عظيمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما هو الذي تريد ابن آدم تريد مغفرة الذنب مغفرة الذنب شيء عظيم ولذا ينبغي للإنسان أن يصوم إيمانا واحتسابا وأيضا ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم أجراه بغير حساب كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوب ولذا الصوب اختص الله لنفسه الصوب وذلك لشرفه عنده ومحبته له والصوب فيه شيء مهم وهو ظهور الإخلاص لله عز وجل هذا الصيام ينبغي أن تحبه وتفرح به لأنه يشفع لصاحبه يوم القيامة كما ورد في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة لكن يجب أن يعلم أن فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه فيجب أن نجتهد في إتقان الصيام وحفظ حدوده ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الصياء لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأصبحت المدينة دار إسلام أخذ التشريع ينزل ويتوالى وكان من أعظم ما يكون في المؤمن من ملكة التقوى الصيام فأنزل الله فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة ولذا ربنا سبحانه وتعالى ناداهم بعنوان الإيمان فخر فخر لك أن الله يناديك يا أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا ولذا علل ذلك بقوله لعلكم تتقون يعني فرض الله عليكم الصيام ليعدكم به للتقوى والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي لما في الصيام من مراقبة الله تعالى ونحن نعلم أن الصيام هو الإمساك الامتناع عن الأكل والشرب وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية امتثال أمر الله تعالى ولذا ينبغي للإنسان ما دام أن الصوم سبب للتقوى ينبغي لك أيها المؤمن أن تسلك الأسباب الموصلة إلى التقوى لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصيام لهذه الغاية والتقوى غاية عظيمة ويدل على عظمها أنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين كما قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهُ وهذه التقوى هذه التقوى شكر لله عز وجل ولذا قال الله عز وجل لعلكم لعلّ إذا جاءت في القرآن فهي للتعليل نشكر الله عز وجل سبحانه وتعالى نشكره لأنه أراد بناء اليسر وعدم إرادة العسر ونشكره سبحانه وتعالى على القيام بطاعته بفعل أوامره واجسنا بنواهيه ولذا ربنا سبحانه وتعالى هيأنا لهذه التقوى يجب علينا أن نهتم بها وأن نحرص عليها ومن فوائد الصيام أنه فيه كله فوائد كله فوائد لكن الواجب على الصائم ترك جميع المحرمات كف لسانه وجوارحه عن المحرمات لا يكذب لا يخون لا يغش كما ورد في الحديث الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل هل فإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم لو شتمك أحد أو قاتلك أحد تقول له إني صائم الصائم لا يؤذي أحدا ولكنه إذا أوذي صبر ولذا بعض من الناس يظن أن الصيام هو الامتنى عن الطعام والشراب ومباشرة النساء فقط وأنه ليس للصيام أثر إيجابي على أخلاق الصائم وسلوكياته وتصرفاته هذا تصور خاطئ بعض من الناس يظن أن هذا الصيام عاد يصوم فقط ويظن أن الصيام ترك الأكل والشراب ولذا نومه النهاره نوم وليله ضياع للأوقات لا الصيام له تأثير على أخلاق الصائم وسلوكياته وتصرفه ولذا آثاره وفوائده هؤلاء الذين يصومون على سبيل العادة كما قال بعض السلف أهول الصيام ترك الطعام والشراب وقد ورد في الحديث رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش صححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الصيام له حكم عظيمة منها عبادة يتقرب بها الإنسان بترك محبوباته ليظهر بذلك صدق إيمانه لأن هذه العبادة شرعها الله عز وجل وكل العبادات وكل العبادات شرعها الله اختبار للإنسان ليتبين من كان عابداً لمولاه ممن كان عابداً لهواه فهي عبادة صيام عبادة يتقرب بها الإنسان بترك محبوباته طاعة لله عز وجل وأيضاً من حكمه وأن القلب يتخلى للفكر والذكر وأيضاً الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى وشيء مهم من حكم الصيام أن المسلم يتمرن على ضبط النفس لأن النفس أماره بالسوء ولذا إذا اتمرن على ضبطها بترك الأكل والشراب وما نهى الله عنه كان في ذلك تعويد لها مدة من الزمن ولذا الصيام فيه كسر حدة النفس وكبريائها حتى تلين للحلق وقد قال بعض العلماء إن الصيام يضيق مجاري الدم بسبب الجوع والعطش فتضيق مجاري الشيطان لأن الشيطان يجري مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيح ولذا الصيام فوائده عظيمة ولذا ينبغي للإنسان أن يقلل الطعام ويريح الجهاز الهضم وأيضا فيه شيء مهم تعويد الأمة النظام يصومون في وقت واحد يفطرون في وقت واحد يعلمهم النظام والوحدة والوئام والمحبة ولذلك هناك آداب لا يتم الصيام إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها من الآداب أموراً واجبة وأمور مندوبة الواجبات في الصيام العبادات القولية والفعلية ومن أهمها الصلاة المفروضة في وقتها مع الجماعة في المسجد فإن ذلك من التقوى التي شرع الصيام من أجلها وإضاءة الصلاة مناف للتقوى موجب للعقوبة ولذا قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ولذا بعض من الناس يصوم لكنه ينام عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر ويؤخر الصلاة عن وقتها ولذا قال بعض العلماء من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل وإن صلى مئة برة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولذا يجب على الصائم أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها وهذا النوم ليس عذر النوم ليس عذر وإنما هناك منبهات ولذا وجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها حتى يكمل صيامه وأيضا من الواجبات اجتنام ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأعمال الكذب الغيبة الغيبة من الكبائر بعض من الناس يظنوا أن الغيبة سهلة الغيبة من الكبائر رسال الله العافية النميمة الغش الآلات المعازف الأغاني ولذا ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن ومن سماع القرآن في هذا الشهر وفي غيره يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء لكن هناك أيضا آداب مندوبة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها السحور ينبغي للإنسان أن يتسحر لأنه يعينه على الصيام أيضا من الآداب تعجيل الفطور أيضا من الآداب الدعاء عند فطره لأن الصائم له عند فطره دعوة ما ترد وأيضا من الآداب كثرة القراءة في القرآن الكريم مع التدبر والذكر والدعاء والصدقة وشيء مهم أن يستحضر نعمة الله عليه بالصيام لأنه سبب لمغفرة الذنوب تكفير السيئات رفعة الدرجات مهم جدا يا عباد الله الاهتمام بقراءة القرآن بعض من الناس يتكاسلون عن هذا القرآن الكريم ولا يقرؤونه في غير رمضان إلا قليلا لكن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يكفرون من قراءة القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه من قرأ حرفا واحدا من كتاب الله فله به حسنة الحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لا ميم ثلاثون حسنة شيء عظيم إخوان ولذا ينبغي لمن قرأه يقرأ بتدبر ويكون متطاحرا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ربنا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته تلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تكون إلا طاعة لله عز وجل ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم به ويرتل القرآن يرتل القرآن ترتيلا يقول ابن عباس لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أقرأ القرآن كله ولذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند كل آية ونحن أيضا عرفنا أن جبريل عليه السلام عارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وينزل عليه ويقرأ معه القرآن في رمضان علينا في بيوتنا أن نجتمع مع أولادنا ومع زوجاتنا وإخواننا ويقرأ هذا حزبا وهذا حزب وهذا حزب وبعضنا يصحح لبعض وبعضنا يساعد بعضا في تصحيح القراءة وفي فهم القرآن الكريم هذا الشهر الكريم ينبغي للمسلم أن يتحرى ليلة القدر ويجتهد في طلبها سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخيرة هو استمر على ذلك ولذا الاعتكاف والخلوم على الله عز وجل عبادة ولذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وأيضا الصدقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ولذا الجمع بين الصيام وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة وكذلك زكاة الفطر ينبغي للإنسان أن يهتم بها وأيضا مما ينهى عنه كثرة النوم في النهار وإضاعة الصلوات بتأخيرها عن أوقاتها أيضا تضيع الأوقات في السهر وفيما لا ينفع وقد عرفنا حديث اغتنم خمسا قبل خمس منها فراغك قبل شغلك بعض الناس نسأل الله الآن يهدينا جميعا غيروا نظام يومهم في رمضان نوم في النهار وسهر في الليل الفراغ نعمة من الله سبحانه وسيسأل العبد عنه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فينبغي لك أخي المسلم أن تعلم أن الوقت أن الوقت أغلى من كل شيء وفي رمضان خاصة أغلى من كل شيء بعد الإيمان بالله فالوقت هو حياة الإنسان ولذا ينبغي للإنسان أن يستثمر وقته كما أخبر الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فأكثر من الخير مثقال الذرة حاسب عليه وأيضا ينبغي للإنسان أن لا يفرط في تناول المطعومات والمشروبات لأن الله يقول كنوا واشربوا ولا تسرفوا ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه في رمضان في العشر الأخيرة منه ليلة القدر ليلة شرفها الله على غيرها من الليالي وذكر الله جزيل فضلها وكثرة خيرها في القرآن الكريم وصفها بصفات عظيمة مباركة كثرة خيرها وفضلها ومن بركتها وإنزال القرآن فيها يفرق فيها كل أمر حكيم يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من الله في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير وهي خير من ألف شهر في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يهتم بليلة القدر وأن يطلبها في جميع الليالي يطلبها في جميع الليالي ويكثر من الدعاء يكثر من الدعاء أن الله يتقبل وأن الله يوفق وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا التكبير أيضا في نهاية الشهر ونحن نذهب لصلاة العيد وليلة العيد نكثر من تكبير الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وذلك عند إتمام الصيام من رؤية الهلال إلى صلاة العيد هذا التكبير شكر لله عز وجل على نعمة الصيام والهداية للإسلام والطاعات كلها شكر فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكرا ثم نحرص كل الحرص على صدقة الفطر وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير وفضلها عظيم وهي طاعة لله وإحسان للفقراء وتطهير للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم وإظهار شكر نعمة الله عز وجل ثم أيضاً نحافظ على صلاة العيد رجالاً ونساءً وهي من تمام ذكر الله أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النساء يخرج لصلاة العيد حتى الحيض ولذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على صلاة العيد ويحافظ على صيامه ويجد ويجتهد ليلة واحدة خير من ألف شهر لماذا لا نتعب أنفسنا في كل الشهر لنحصل على هذا القدر العظيم الذي وعدنا الله به نتعب أنفسنا في كل الليالي لا نضيع فرصة من فرص الليالي إلا في طاعة الله عز وجل لا نضيع شيء وإنما كله عبادة وذكر وقراءة قرآن وأمر بمعروف وناهي عن منكر ثم علينا أيضاً أن نحرص كل الحرص مادام أننا في هذه الأيام نلزم بيوتنا نجعل بيوتنا مدرسة اجتماع على قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع على قراءة القرآن وتدبر القرآن اجتماع على معرفة الدعاء الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع إلى معرفة كيف الإنسان يصلي ما هو فضل الصلاة ما هي المحافظة على الصلاة وأيضاً في هذا الشهر الكريم دعوة صادقة لإخواننا الذين يشربون الدخان ما دام أن الإنسان يصبر عن شرب الدخان مدة من الزمن يتركه إلى الأبد ما هي الفائدة في هذا الدخان كله نيكوتين نيكوتين وقطيران سم وزفت من هو الحاقل الذي يشرب الدخان لو فكر فيه ما شربه الله سبحانه وتعالى أعطاك عشر ريالات اشتر بها ما ينفعك وابتعد عن ما يضرك لو أنك تعطي ابنك كل يوم خمس ريالات ويأخذ هذه الخمسة ويحرقها أمامك ما تعطيه مرة ثانية فكيف بإنسان يأخذ هذه الريالات ويحرقها في شفتيه وفي صدره بشيء يضره هل العاقل يأخذ شيئا يضره لو أنك ذهبت إلى البقالة وأردت أن تشتري عصير تنظر ما هي المكونات هل انتهت مدتها أو لم تنتهي هذا البكث مكتوب عليه يضر بصحتك هل تكذب الدولة الدولة تقول إنه مضر مصحتك وأنت تقول لا ولذا ينبغي للعاقل في هذا الشهر الكريم أن يجتنب كل شيء يضره وخاصة هذا الدخان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين ربنا تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المحاضرة عنوانها كيف نعيش مع رمضان وصل الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر